تعد مديرية لودر الواقعة في الناحية الشرقية من محافظة أبيان ثالث أهم المديريات والمدن الرئيسية في المحافظة حيث تشتهل المدينة بسوقها الشعبي الذي يمثل الوجهة الأكثر ارتياداً للمواطنين من مختلف المناطق الشرقية المدينية طبعاً تعاني من شحة المياه ما فيش مياه ومن شحة الكهرباء إذن من شحة التربية هنا لا توجد التربية يعني الموضف أهمال في مجال التربية والتعليم ونظالب جاية الأخصاص أن تنظر بعين الاعتبار في هذا الموضوع ورغم مقاومتها لكل الظروف التي تمر بها إلا أن أبناء المديرية يشكون تجاهل السلطة المحلية في متابعة احتياجات المنطقة حيث يعاني المواطنون من ترد في مستوى الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم وأيضاً الكهرباء بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار وانعدام الرقابة على الأسواق وهو الأمر الذي تسبب في خلق أزمة اقتصادية تسببت بتفاقم معاناة المواطنين وضع المديرية من الأسعار مشي رغابة ولا بلدية ولا رغابة على الأسعار في المحلات وفي كل حاجة واحد طلع واحد ونقص والكهرباء أقل بالأوقات طائفية والكتادي في كل مكان ومقدلة ولا بلدية ولا حاجة ولا يعرف حتى أي حكومة عملية حاجة هنا الجانب الأمني هو الآخر في لودر يواجه جملة من التحديات إذ لا يزال خطر القصف المتواصل للميليشيات الإنقلابية المتمركزة في الجبهة ثره غرب المدينة يتهدد السكان هناك كما أن غياب الدعم العسكري من قبل الحكومة والتحالف يتسبب في تأخر تخليص هذه الجبهة من قبضة الميليشيات الإنقلابية التي تشرف على حدود محافظة أبيان من الجهة الغربية وهو ما يضاعف من الانفلات الأمني في المديرية لطف إبراهيم قناة بلغيس أبيان ترجمة نانسي قنقر